عقوبات مالية امريكية على زعيم اكبر جماعة ارهابية في جمهورية افريقيا الوسطى اضلعه في عمليات قتل وتعذيب وتشريد الاف الاشخاص فضلا عن الاعتداء الجنسي على نساء وفتيات المناطق التي كان عناصره يدخلون اليها وزارة الخزانة الامريكية قالت في بيان ان العقوبات التي فرضتها على زعيم جماعة الوحدة من اجل السلام في جمهورية افريقيا الوسطى علي دراسة تشمل تجميد كل ممتلكاته في الولايات المتحدة اذا وجدت سواء كانت حسابات مصرفية او اصولا اخرى وتجريم كل انواع التعاملات المالية معه ونقل البيان عن رئيسة مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة اندريا جاكي قولها ان ميليشيا جماعت الوحدة من اجل السلام في جمهورية افريقيا الوسطى ارتكبت في ظل قيادة دراسة فضائع وحشية بحق المدنيين بدوري قال وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكين في بيان ان هذه الميليشيا تستخدم القتل والخطف لتحقيق اهدافها مضيفا انهم يحضون الجماعة الارهابية وجميع اطراف النزاع على الاستجابة لعلان الرئيس فوستين تواديرا في الخامس عشر من اكتوبر وقف اطلاق النار والدخول في حوار من اجل ايجاد حلول سياسية سلمية وتعاني جمهورية افريقيا الوسطى انعدام الاستقرار منذ السنوات فضلا عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين جماعات ارهابية مختلفة اجبرت عشرات الاف الاشخاص على النزوح من مناطقهم اشتركوا في القناة